ما هي سنة؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار يعني كيف أفطر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الفطر صلى الله عليه وسلم مبكرة كان صلى الله عليه وسلم يبكر بالفطر مع بداية غروب الشمس وحث أمته على تعجيل الفطر فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر ووقت الفطر عند غروب الشمس فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا يعني المشرق وأدبر النهار منها هنا يعني المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم فالمعتبر غروب الشمس المعتبر غروب الشمس ولا عبر بالنور القوي لأن بعض الناس ينتظر حتى يخيم الظلام يعني لما يشايف النور لسه قوي مع أن الشمس غربت ما بيصومش لا أنت غير مطالب أن تنتظر لهذا هذا خطأ فمتى غاب قرص الشمس فقد سن الفطر مع بداية أذان المغرب ومن سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطب فإن لم يجد فطمر الرطب له الطمر الطريق فإن لم يجد فطمر له الناشف ويأكلها وترى فإن لم يجد فعلى ماء فإن لم يجد فعلى ماء فهذا ملخص هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الفطر كذلك على الإنسان أن يحرص أثناء الصيام على امتسال أوامر الله والبعد عن المحرمات ليزداد الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى فهو يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجل الله سبحانه وتعالى فحري به أن يبتعد عن المحرمات وأن يمتثل أوامر الله ليعظم الأجر بفضل الله سبحانه